يتابع طلاب في العاصمة النمسوية دروسهم في هدوء في أحد مقاهي وسط فيينا التاريخي حيث يستمتعون بالسكينة والمساحة والراحة التي توفرها المقاعد الحمراء خلافاً للمناخ الضاغط الذي يسببه لهم الحجر المنزلي الهادف إلى احتواء جائحة كوفيد-19 المناخ هنا جيد ثمت مساحة كبيرة حقاً المكان جميل وثمت أشياء جميلة يمكن رؤيتها وهو مكان مناسب للتركيز أتطلع لنهاية الحجر كانت بلدية المدينة وراء هذه المبادرة التي تقضي بتخصيص فترات زمنية في المقاهي لتلاميذ المدارس والثانويات وطلاب الجامعات ويحجز الشباب المهتمون أماكنهم على الإنترنت على أن يبقى عدد الموجودين في وقت معين محدوداً للتمكن من التزام التباعد المطلوب هذه المبادرة مخصصة أساساً لأولئك الذين ليس لديهم نساحة أو هدوء أو خدمة إنترنت تمكنهم من العمل في منازلهم وتشكل المبادرة في الوقت نفسه فرصة أمام مقاهي فيينا الشهيرة لكسر رتابة تدابير الإقفال العام المفروض عليها منذ مطلع 22 نوفمبر الفائت بسبب القيود الصحية ترجمة نانسي قنقر